عدنا والعود أحمد أهلا بكم في تساؤلات مشاهدين عادة شباب بالوزدات خسرت بالأربعة مع نادي ساندانز الجنوب إفريقي وخسرت شبيبة القبائل مع الترجي التونسي وتلعب اتحاد العاصمة اليوم مع نادي الجيش الملكي المغربية خسرة بالأربعة بالنسبة للشباب وخسرة بالنسبة للشبيبة رهنا حضوظهما في المنافسة الإفريقية ماذا ينقص النوادي الجزائرية التي لم تفز بأي لقب إفريقي منذ سنة 2014 مع وفاق السطف العالمي ما الذي يحدث للاندية الجزائرية هل هو استثمار فاشل بمال كبير أو مال كثير بالنسبة للاندية الجزائرية أم هناك نقص خبرة مقارنة بالاندية الأخرى الإفريقية التي تستثمر أيضا في اللاعب الإفريقي ما الذي تبحث عنه لاندية الجزائرية التألق المحلي أم التألق الإفريقية هذا الموضوع سننقشه في البداية ونتحدث عن الجزائر وتجمع الأفارقة في بطولة أمام إفريقيا لأقل من 17 عاما بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدينا سنرافقكم للحديث عن الموضعين المثيرين للاهتمام في هذه الفترة مع عبدالكريم سابر الشريف مدرب سابق لأقل منتخب طبعا الشباب لأقل من 17 عاما شقة من 15 مرحبا مرحبا بك مرحبا بالضيف الكريم يجد أفضل مما تقوله لنا عن الفئات الشبانية طبعا في البطولة الأفريقية لأقل من 17 مرحبا بك سيد سابر الشريف مونير بن قاسم سالخير مرحبا مساء نور حكيم عيدك مبارك لك والشعب الجزائري وكافة الأمة الإسلامية أهلا وسهلا بالجميع مشاهدينا خسرت شباب بالوزداد بالأربعة مع نادي سانداوز الجنوب الأفريقي في الملعب التحفى ملعب نيرسون مونديلا ونفسنا حولها مع نادي سانداوز الجنوب الأفريقي في الإسم الجنوب الأفريقي صاحب الحريات الذي أثار الكثير من المشاكل للعديد من الأسماء هذا الاسم ربعية لواحد لقاء الذي احتضنه ملعب نيرسون مونديلا ببرق 20 دقيقة فقط كانت كافية للضيوف للتقدم بثنائية نظيفة وقعهما شالوليلي وميما هذا اللاعب المتألق أربعي قلص النتيجة ولكن هذا النادي الجنوب الأفريقي عاد بثنائية واحد مع بداية الشوط الثاني والآخر مع نهاية المباراة أربعة واحد رهن الشباب حضوضه بشكل كبير مبدئيا نقول هذا الأمر مدرب شباب بن وزداد نبيل الكوكي يتحدث ما بعد المواجهة لم نحضر جيدا لهذه المواجهة وقال بأن المأمورية صعبة في مباراة الإيان مدرب شباب بن فوري تخبير حتى كنتر معنى ديزي كيب كبار خرين كيف نحن في الأفريق سنة سنداوز إكسيبسيوني المو تخرج عن السكل في ثمانية جامعات هي تقريبا تخرج معنا كتفرج فيها تشوف سنداوز العوام اللي فاته لا لعب فيها شوية شانس كنت ذكر معنا العام اللي فات كنت ذروا يداد معناها شابلو زاد مكانش سيء العربنا ذو الفريق اللي هو كيسور دولوم معناها مستوى خير من الفراق الكلة من السمع الفراق الباقي يفوت رفعهم بيانسور ثمامكانيات زادا ثمامكانيات معناها ثمامكانيات لوليد معناها باش تلعب الشامبيونز ديجيز ماك تشري معنا ثمام لعبية كبار بأسوام كبيرة باش نجم تلعب في النفو هذي لون نفو عالي لعبنا في اليوم سيسا برشير خليني أبدأ معاك مرايف طبعا في نحن لم نفوز بأي لقبين أفريقي منذ سنة 2014 مع وفاق السطيف العالمي ذاك تلك الأيام الجميلة في 2014 الآن بأندية تملك شركات بمال يقال بأنه كثير في الجزائر لما تقول يفوق 130 مليار شي كبير إفريقيا ليس كبير مقارنة مع الأندية الأخرى التي تملك لاعبا ربما أقل واحد يساوي عشر مليار أم مليون دورو واحد مليون يورو ما رأيك طبعا في هذا الخسارة مع نادي سانداوس الفريق لنوب إفريقي كان كبيرا عم شباب الوزد لم يستثمر في هذه المباراة لو كان نبدأ نحلل المقابلة على البارح نشوفه بالمستوى دي جاء المستوى تعلعب الجزائري رح بعيد بزاف وضعيف فرابور للفرق اللي رح يتلعب للشامبيونس ليك أنا نبعد عليه والفرق هذه رح يتستثمر في اللعب الإفريقي تحكم الويداد ولا الترجي ولا الأهلي يجيبوا لعابين سبعات من لعابين من إفريقيا ولا من خارج اللي رحهم دي جاء في الفريق الوطني التوحم واللعابين المحليين تحوم في الفريق الوطني بصح هذا ما يمنعش باش نسمع عنا لديكلاراسيون تاع الكوكي وينيقول لك ما حضرناش في هذا المستوى تقول ما حضرناش مليح وشني منعك ما تحضرش مليح؟ وهذا الكلام ما كانش مقبل كان يقول عدنا فريق انت راك مدرب في فريق شباب الوزداد كما قلت انت ملعب تحفى جمهور الله يبارك وش يخص الناس هادوا باش ما تحضرش مليح وما تكونش واجدة على بنا بل المشكلة راح في اللعاب الجزائري المستوى تاع لعاب الجزائري ما راحوش لعاب تاع إفريقي سمر الشريف عفونا على المقاطعة ما الذي تغيرت النظرة بين فترة كنا نقول اللعب الجزائري ممتع رائع جميل يلعب يفوز بالبطولة العربية يصل إلى نهائي البطولة الافريقية للعبين المحليين تتغير اللهجة بين فترة واخرى ليصبح هذا اللعب الجزائري ضعيف صح هنا نقوله المستوى تاع لعب الجزائري اللعب الجزائري موهبة عنده موهبة في كورت القادم بالصح لو كان حكموا اللعب الجزائري من 16-18 وراه يطلع في الأعوام ويطلع في الكاتيغوري تاعه ما كاش تطوير لهذه الموهبة دوك اللعب هذا ولا يقعد غير بالموهبة تاعه ما تكفيهش احنا هو دوك يقول لك بل الفارق صندوس عنده 8 لعابين في الفارق الوطني درحية ما مشابب بالوزداد عندها فارق الوطني تاع المحليين نقدر نقول لك 90% اللعابين تاع شابب بالوزداد ودينا بهم كاسي فريقيا مع انت هكين خالل لداخل فارق شابب بالوزداد براهوش غير في أنا نقول الحاجة اللولى هو المستوى تاع اللعب الجزائري اللعب الجزائري ما عندوش المستوى وانا قلنا 9-10 سنين ما ديناش كاسي فريقيا وانكملوا هكذا من الدين وش كاسي فريقيا يعني بغض النظر عن هذه النظر سأتي إليك مونير بن قاسي النظر الفنية ربما لم تكن جيدة لهذه المباراة أنت داخل ميدانك حتى ولكن الفارق كبير تنهزم بالأربعة ما تنهزمش بهذا المستوى ما تنهزمش بالأربعة هو دوكي تتكلم ليه تتكلم معه يقول لك هذا الفارق قوي وربح الأهلي بسبعة ولاربحهم بخمسة هذا ما كنتوا يساطحوا عليه هذه مايش قاعدة هذه أنا نلعب بالحق المستوى هذا ونشوفوا الديكلاراسيون تاع المدر بتاع شباب الوزداد مقبل قال لك حنا رانا وجدين وعنا فارق ليطمح باش يلحق للنهائي واش يخصك انت باش ما تحضرش المقابلة هذه دوكي تشوفوا المقابلة تحليل تحها لوجيك مون هو لعب في ملعب تاعه يحل اللعب فسح ولا أنا قريت بسكو كنت سمعت ديكلاراسيون تاع المدر بتاع صاندوس يقول لك أنا تبعت فارق شباب الوزداد قريب جعل مقابلة توعب دوكي نولا ما عنديش أسليحة اللي نقابل بيها صاندوس باش نحن لعب ونلعب الهجوم نلعب طريقة واحدة أخرى وينما ما ننقسيش أربع أهداف ونقدر نسجل مونيب القاسي أهل النظرة فلية فقط بأنك لم تعرف كيف تحضر ناديك مدرب يعترف ما بعد المباراة قبل المباراة سيقول بأننا جهزون نحضر بشكل جيد شباب الوزداد نحن نلعب لشباب الوزداد بعد المباراة تغييرت اللهجة الأمر فني من الأمر غير ذلك لا الأمر فني وكان أمور أخرى نحن ندوك بعيدا عن العاطفة بعيدا عن الشعباوية ما عندناش فريق في الوقت الراهن يقدر ينافس الفرق الإفريقية الكبيرة باش نعود نقول للكوكي ولا نتذكره بعد الفوز لحقه شباب الوزداد أمام زمالك المصري سمعنا الناس وكاننا بدأوا يدي فيلي وقالك هذا هو عام شباب الوزداد هذا سيلاني وراسيزون أجامي باش شباب الوزداد يحقق نجمة الإفريقية لكن بعدها خسارة أربعة واحد ولي ما حضرتش وما عندكش إمكانيات أنا لا أوافق لكوكي وشراهو يهدر كأننا شفنا كل إفريقيا إفريقيا كلها تتكلم على مدرب سندلاوس أنه يلعب الهجوم في ملعبه وخارج ملعبه فريق لي ما يعرفش يدفع يعرف يهاجم يعني تجلوا فيها في ستجل ومن الأهداف ذلك أنت رأيك مدرب إحنا كجمهور ولكأنصاء ولكإعلاميين إحنا جتنا هذه المعلومة وإنت مدرب بالطاقة متاعك لا عندكش هذه المعلومة كما قال عبد كريم على الأقل يا سيدي أنت ما تقدرش نفس هذا الفريق اللي هو قوي عليك على الورق وقوي عليك على أرضية الميدان ما تستقبلش أربع أهداف في ميدانك والحمد لله اللي كانت أربعة كانت نتيجة تكون أتقل مع شوية حرب المنتخل للفريق الجنوب إفريقي لا لا كان أمور حكيم إحنا العقلية عقلية اللاعب الجزائري بصفة عمام بطولة محترفة على الورق لكن ما عندنا حتى حاجة احترافية ولا محترفة عند لاعبين ولا في التسيير تسيير هاوي لاعبين محترفين بعقلية هاوية أمور كثيرة أمور كثيرة حكيم أنت ما تقدرش دي رابطة الأبطال بلاعب تقول أنت مقبل دينا كأس إفريقيا كأس إفريقيا مع وفاق ستيف صحيح في 2014 2014 المنتخب الوطني أهل إلى مونديال إلى مونديال البرازيل حكيم ما كانش في أسوأ أحوال الكرة الجزائرية ما كانش في أسوأ أحوال هذا الوقت وكانوا لعبين نظن اللعبين اللي كانوا في هذا الوقت أنا نظن أحسن من اللاعبين موجودين في الوقت لكن على صر البعض يقول بأنك أنت تلعب مع سانداوز تملكوا ثمانية لعبين في المنتخب الأول وهذا نادي سانداوز فريق محترم وأفضل نادي ربما إفريقيا حاليا فاز على الأهل المصري هذا ما يقوله البعض هل يمكن إيجاد هذه المبررات وأنت لا تملك لعبا قيمته السقية 20 مليون مثلا هل تقاس هذه الأمور لا 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 تقاس هذه الأمور كما يقول لك يابا فوطوا بين سانداوز وشباب الوزداد في التعداد ولا في الاحتراف ولا في احتلافية بصفة عامة شباب الوزداد رأوا صح صحيح فريق قوي وسيطي على البطرة الوطنية بلاعبين بلاعبين محليين حتى لعبين الأجانب حكما يجب على الله هذه الاتحادية جزائرية لكورة القدم إعادة النظر في قضية اللاعبين هدوما الأجانب اللي ما هيش تخدم انتوما كنت تقولوا بالكترة لعبي الأفريقى عندهم مشاكل مع الفرق ويرحوا للطاس ويدون الفيفا الناس لديوا هذو رؤساء الأندية المحترمين كي يجيب لعب أجنابي ولا لعب أفريقي أعرف كيفاش نترسيغ العقد هذيك العقد نتر يديره وليفرضه عليك باشهم بعدها كيترزيلي الكونتراتي يديك للطاس هل أنت مع جلب اللعب الأفريقي في مشكلة جلب اللعب الأفريقي أم لديك مشكلة بأنه نوعية اللعب الأفريقي الذي تتحدث عنه أو بطولة الأفريقية لا نتكلمتك على جلب لاعبين أفريقي ما هيزيدون لك حتى حاجة أنا أشوفه فريق شباب الوزداد أنت تخالف عبد كريم سامر الشفي قولك أنه مهم جدا لكون ذات نوعية أنت تقول لا ما عندك بطولة جيدة لا 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 لازم يكون ذات لو جبتني أنت لاعب أفريقي بنفس مستوى اللعبين اللي موجودين هنا ما أنا أقول لك جيب لاعبين عندهم مستوى ماشي لاعبين على سبيل المثال شباب الوزداد عنده وانبا وعنده إيوالا أنا أشوفه اختلاف شاسع بين اللعبين إيوالا راه وحده في الهجوم لكن وانبا ما عندهش مستوى باش يلاعف في شباب الوزداد ماشي بي وانبا في قلب هجوم تفوز برابطة الأبطال حاكم أنا أشوفه مستوى تعنا مستوى محدود عنا عدنا لعبين تعبوا طولة وطنية ما نطمعوش الأنصار هذا الشيء الجميل اللي شفناه البارح هو أنصار شباب الوزداد اللي كانوا حقيقة هذا هو الشيء الجميل اللي شفناه مع الملعب بطبيعة الحال هذا هو الشيء الجميل في لقاء أمسا حاكم طيب سأتي لك عبد الكيمسة برشريف لنعرف تصريح نبيل الكوكي الثاني اللي يتحدث على قوة نادي سانداوس بأنه الأفضل في إفريقيا حاليا يتفوق على الجميع ويملك ثمان لعبين دوليين حتى نتحدث حول هذه النقطة بشكل أوسع كانوا عندنا أسبوعين لا كانوا عندنا كان ثلاثين مش نحاب المباراة دون كذي حاجة الحاجة الأخرى لعبنا كونتر لما يري كيف والناس كل وقت اللي وقف القرعة ما نكلبوش على بعضنا الناس كل كانت مستئمة من القرعة وقلنا ما أنصفت ناس القرعة ولكن نحن أناس سيحة مع الملعبية دون مونتي المورال وقلنا معناها ثم دي لكوين ثم كذي وشوفنا حتى معدل التهديفي يشوفوه حتى الالتوى حتى الهوم من البول حتى الهوم تطاق معدل التهديفي كبير ونای سيحة معدل التهديفي كبير ونا يسايا بك بطول الموائن بان زور نمع كيكوز لبساونس ما هو شوم آه دیکم السبب ولكن كمم إعتراعين نحن الليانو معناش لسولوس لوشان دور chance خستان في أماكن معاينة كما لابسانس متعميري زيغ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في رابطة الأبطال الأفريقية لم تكن أيضا جيدة وضعها لم يكن يسر أيضا الناظرين لأنه وضعها في البطولة المحلية سيئ في مركز قبل الأخير لعبت مع الترجي التونسي وهذه المباراة التي احتضرها ملعب خمسة جويلية لم تكن موفقة وفوز بالنسبة للترجي أرياضي التونسي فيه تصريح لهذه المواجهة ترجمة نانسي قنقر في ثاني قنقر شعوري موني بن قاسي شباب بلوزاد وضعوا واضح بالنسبة لربعية مع سندانز شبيبة القبائل وضعها لا يسر ولكن إثريقيا أيضا إن هزمت كلا الفريقين يملكان شركتين المشكلة في الشركة المشكلة في تسيير هذا هذه النوادي في وضع الناس في التركيبة بشكل عام في التفكير في المشروع مين المشكلة بالنسبة لهذه الأندية قلت لك مشكل عام ومتفرع كي شباب بلوزاد كي تحددوا على شبيبة القبائل الشركة جاءت مؤخرا شركة لكن قلت لك حاكم كي مجموعة 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 من الأسباب التي خلتنا نلحقوا لهذه الوضعية نشوفه في كل مرات دور ربع نهائي ويكون الجمهور الجزائري يحلم يشوف فريق على الأقل يوصل دور نصف نهائي أو النهائي ولينا نحلم ونوصله للنهائي لكن كي تشوف أنا قلت لك عقلية اللاعب الجزائري حاكم ما هوش عقلية ما هوش خمم بطريقة احترافية بأتم معنى الكلمة تسير ما هوش احترافي ما هوش احترافي على المستوى العالي نقدر نعتبره هنا تسير جد عادي في البطولة الوطنية الامكانيات كان فرق عندها امكانيات وفرق ما عندهاش بطبيعة كل حال أنتم تتحدثون عن امكانيات هل يمكن أن ندخل في موضوع لماذا فاز وفاق السطيف طبل تسع سنوات أمان فيتا كلوب فاز في 2014 فاز على الأهلي بالسوبر الإفريقي 2015 ما الذي تغير هو ذات اللاعب الجزائري هو ذات النادي الجزائري الذي فازق من تسع سنوات لكن ليست نفس النوعية حاكم نوعية لعبين نوعية لعبين أنت تملك في شباب الوزداد أفضل للاعبين في الجزائر حاليا في الوقت الراهن لكنك خسرت بالأرباح أحسن لعبين في البطولة الوطنية هل عدنا لعبين في المتخب الوطنية أعرف أحسن لعبين هدوما يرام كان تسع لعبين في شباب الوزداد يلاعبون في الفريق المحلي هل كان يلاعب واحد يلاعب في الفريق الأول ولادك ولا بالماضي أو يحقر في هذه اللاعبين ولا نحن مرنس نشوفهم ليح لازم يكون سبب مقنع حكيم نوعية اللاعبين لعدنا في الوقت الراهن ما تسمحناش باش نفوزوا برابطة الأبطال أو منافسة للا نروحوا بعيد في منافسة إفريقية هم ذات اللاعبين الذين كنتم تقولون بأنهم وصلوا إلى النهاية سأتي ليكم بعد فاصل المشاهدين نبقى في الحديث عن المشاركة الجزائرية إفريقيا ثم نذهب إلى بطولة أمم إفريقيا لقل من 17 عاما أهلا بكم من جديد أنتم تتابعون برنامج تساؤلات للحديث عن الفشل الجزائري في المنافسة الإفريقية استثمار فاشل بما الكثير أم نقص خبرة بالنسبة لهاته الأندية خسارة الشباب بالأربعة وخسارة شبيبة القبائل واليوم يلعب أيضا في السهرة اتحاد العاصمة مع الجيش الملكية الجزائر تجمع الأفريقيا من جديد بطولة أمم إفريقيا لأقل من 17 سنتحدث عنها بعد قليل حتى اختم موضوعي الأول مع ضيفي الكلمين عبد الكريم سامر شريف مدرب السابق في منتخبات أقل من 15 وأيضا مع مونير بنقاسي وجدد بكم التحية حتى أغلق هذا الموضوع كيف العودة إلى الواجهة هل الأندية الإفريقية هي التي استثمرت تألقت منذ آخر تتويج بالنسبة للوفاق السطيف لأنه بعدها أيضا وصلنا إلى النهاية وصلت تحاد العاصمة وصلت أندية أخرى تحدثت عن العديد من الأندية وصلنا إلى النهاية أيضا منذ وفاق السطيف ما الذي تغير حتى أصبحنا في هذا الوضع نحن لحقنا النهاية مع بوكو ديكيب بصح كنت شوف معا من إقصاء تعنا في النهاية تلقى مع الويدات تلقى مع الأهلية تلقى مع أينين باطل تلقى تلقى مع الرجاء كانت لدينا نعم اتحد العاصمة الهزمة مع مازينبي ومنودية بيجاين هزمت مع مازينبي واتحد العاصمة في نصف نهاية أمام الرجاء وأيضا وفاق السطيف في نصف نهاية ضد الأهل المصري تأخر مرة بالنسبة لي الوفاق الموسم الماضي ما عندها كان خمسة فرق راهم سيطرين على البطولات الإفريقية نحن نقولوا عندنا 9 سنين بصحة 9 سنين نزد خدمت نحن ولا ما خدمناش في 9 سنين نزدونه للور نحن نرى نشوف المستوى نقولنا أحسن فريق حاليا في الجزائر يسيطر على البطولة في ثلث سنوات وهذا هو العام الرابع نخسره بربعية وش يخص إحنا وش يخص إخص اللاعب اللاعب عندنا مستوى تعلاعب جزائري مازال ما عندهش المستوى الإفريقي باش هد الفراغ باش الفراغ هذا ينقص معندها لازم منه ريكو ليتمون دي جوار أفريكان وكيف تقيم وصول المنتخب الجزائي إلى نهاية كاسوما إفريقا للاعبنا المحليين مع أبو قدر أنا نسميها محليين نعم معندها مام أنا نكن أقول لك الويدات ولا التارجي ولا سانداوس ولا أم يجيبوا لعبا أفريقة باش يلاعبون أو محليين لا لا يجيبوا لعابين أفريقة اللي يلعبوا في المتخبات الوطنية الأولى باش يلعبوا كؤوس إفريقيا شوف للفرق التونسية وللفرق المصرية وللمغربية احنا عندنا دروان يجيبوا لعابين زوج لعابين وللعابين اللي نجيبوهم دفوا يكون اللعب الجزائري المحلي خير منه ممتاز مونير هل يجب على الشركات الراعية أن تعيد النظر في كيفية مرح المال مثلا أن لا تعطي المال بشكل كبير أم أنه يجب أن تعرف كيف تنظم أمورك كيف تضع في هذا المشروع لأنه نحن نسير قال أندي يا نادي هذا يخص شركة أعطيه شركة وسيروا يلا في ميزانيتك 120 و140 مليار وانتهى الأمر يعني حتى لا تصل إلى أي شيء أصلاً ما عندك حتى لاعب في المنتخب الأول كيف يجب أن نصل إلى مستوانا ونعود إلى هل بهذه الشركة تعود إلى إصلاح الرياضي هل يمكن بهذا الأمر مثل ما حدث في فترة حوحه هو شيء صعب صعب جداً خاصة من ناحية التفكير ونعرفه كيفية الأمور تغيرت كثير حاكم أنا أقول لك من بين الحلول العمل القاعدي ولكن من زمان منير وأنا أسمع هذه الأغنية الرنانة التي تقول يجب العمل القاعد ما يتدخل ما يعمرنا صحيح ونسمح في هذا الأمر لكن ما تتجسد على أرض الواقع الكل يتحدث عن مراكز تكوين الكل يتحدث عن العمل القاعدي لكن ورهم القرارات الصارمة لازم كل فرق تعالقسم الأول لازم يكون عندك مركز تكوين وره يسمعنا بها عنده عشر سنين لكن هل طبيقة على الأمر الواقع ما كاش اللي لازم يكون تسيير عقلاني حكي ماشي لازم تجيب أنت لعب 500 أو 600 مليون وتعطيله 300 مليون وفي شهر 400 مليون وخلاص أنت بيسترضي الأنصار تاعك هذا هو تسير لا لازم يكون تسير عقلاني لازم يكون تسير محترف بأتم معنا الكلمة ماشي بلا بلا برك وعلى الورق دعوني أذهب إلى الموضوع الثالي جزائر في التاسع والعشرين السبت المقبل تجمع الأفارقة في بطولة أمام أفريقيا لأقل من سبع عشر عاما نحتضن الأفارقة مثلما نحتضنهم جميعا مثلما الجزائر تحتضن الأفارقة في الكثير من الأمور في الكثير من المواضيع خارج الرياضة مثلما كنا سباقين أيضا أعطاني الصورة مباشرة مثلما كنا سباقين إلى العديد من القضايا القضية السورية أيضا كانت على سبقنا الجميع سبقنا العرب عبد الكريم سابر الشريف الآن بطولة أمم أفريقيا لأقل من سبع عشر ستحتضنها الجزائر مهمة جدا بالنسبة للجزائر في متى هم الشاب الجزائري أيضا هي مهمة ديجا الفريق الوطني لأقل من سبع عشر سنة كانت عنده تجربة لأننا قلنا حكينا عليه وين كان بكوينتا أو أكاديمي وين لحقنا الكأس إفريقيا الكأس العرب وفزنا بها احنا الأبجيكتيف اللي كان مع الوصطاف تيكنيك واللي ره حاليا في الفريق الوطني هو ربع دمي فينا اللي كان تيكيب إن شاء الله الفريق الوطني يكون مع الربع طموحكم من زمان هل كان هذا المنظر مثلا على المدى البعيد كيف تقوين هؤلاء اللاعبين راح تفعل بأنك تقلت أنت مناصف في أقل من 15 نحن أنا كيبدينا في 2019 وين كيبدينا لتورني وخيروا لجوار وينها خيرنا لجوار وكملنا بروسبيكسيون وين دخلنا الأكاديمية وبيدينا نخدمه هو الهدف تعنا الأول تأس إفريقيا نكونوا معليكات معليه دمي فينا هو كاس العالم لازم نروحوا الكاس العالم ونلعبوا النهاء إن شاء الله جاءت كاس العرب وين أعطيت فرصة اللعبين هادو باش يكونوا عندهم ديموتش انترنسيونو ويني يحتكوا مع الفرق الإفريقية وكذا تكون عندهم تجربة بسكسي تريزا أمورتون الحمد لله فازوا كاس العرب ومؤخرا كانوا عندهم دي تورنوا هنا كانت عندهم كانت عندهم دورة دولية في ملعب نيلسون ومونديلا وين كان فيها المالي والجابون رحنا شفنا الفارق احنا نقوله عندنا فارق لباس به ويقدر يلحق الأهداف التي تستطرت في 2019 هذا هو العام القاعدي اللي كان يحكي عليه المشكلة يتحدث على بأن المختلفين لا يقدروا يجول لأنه توريخ الفيفا ما فيهاش بالنسبة للا بين الشبان هل هذا يعيق مثلا وقال لك أيضا مشكلة في الدورات في المباراة الودية أيضا قليل دوك على كل حال هل كلا يعيق؟ بانسير أنا نشوف الدورة اللي داروها معليش دارو دورة وين كان قلت لك كان فيها الجابون كان فيها المالي والجزائر كانت دورة ناجحة وكان مستوى لباس به وزاد لعبوا مقابلة دو كونفرنتانسيون مع البوركينة فاصو سيتوجه رسا خمسة خمسة مقابلية مقابلات يمدوا هذا احتكاك للعابين وشفنا اللعابين كانوا لباس بهم الحمد لله ان شاء الله يلحقوا للهدف اللي تستطر وفي الدهنية تاع اللعب علش العامل القاعدي رح يكون عامل سيرتيرا ومونطال انت كي اللعب بالأمن كي تكون تحكيم عن اللعب ويقول لك أنا نحق دومي فينا ونروح كوب ديموند ونديكوب دافريك عنده طموح بصح بالعامل القاعدي لو كاننا حسبهم 2019 اليوم من هذا رح نلعبه كأسي أفريقيا كان حداش اللعب من أكاديمية سيريب العب وكان خمسة ولا ستم أكاديمية بارادو مع انت هزوش أكاديميات قريب دالوا الفارق وطني في بورسا أنا نقول نولي الكلام اللي كان يهضر فيه مونير شركات هذي اللي يتمد أموال كبيرة أموال شعب لازم تفرض على الفرق مراكز تكوين مونير بطولة أمام أفريقيا هوما السبت المقبل أقل من 17 منافسة أخرى بعد اللعب البحر الأبيض المتوسط بعد ما جمعنا الأفريق وجمعنا العرب الآن في منافسة أخرى بالنسبة للجزائر لا وتحدي نشوفه تحدي جديد حاكم لا نسوش بالجزائر في فترة واجيزة نجحت في احتضان اللعب البحر الأبيض المتوسط في وهر اللي كانت كانت بالإجماع كانت رائعة الجزائر أشهر من بعد احترنات شان ولي كان حتى الإعلام الإعلام الأجنبي أشادة كثيرا بدورة الجزائر اليوم لدينا تحدي متخبات أقل من 17 سنة إن شاء الله بلادنا تكون في الموعد وتكون دورة استثنائية وانتمنى كما قال عبد الكريم للمنتخب الوطني ولي رزقي رمان توفيق على الأقل على الأقل الوصول إلى المربع الذهابي اللي رح يسمح لنا إن شاء الله اللعب ومونديال اللي أصبح أصبح حلم كل الشبان بعدما شاهدوا المنتخبات الأولى شاركة في المونديال لما لا نشوف الشبان تعنا كذلك يشاركوا في المونديال اللي رح تكون تكون سابقة ذلك الكرة رهي في مرمى اللاعبين اللاعبين الشبان هادوما إن شاء الله بفتحوا في الملاعب الجزائري التحدي رياضي بدرجة أكبر بالنسبة للجزائر كيف إعطاء صورة أتعود عليها على أنا صورة مشرقة بالنسبة للجزائر والتحدي بالنسبة النتائجي بالنسبة للمنتخب أمن ثنين معا لا نشوف التحدي في التحدي الاتنين معا حاكم هذه ما ننسوش بالنسبة للجزائر موش أي بلد حاكم والجزائر بلد كبير ولازم حتى أي شيء تمضم الجزائر لازم يكون كبيرة على علاقة قيمة البلاد حاكم نتمنى ويكون نجاح للجزائر ويكون نجاح رياضي وهو تأهل المنظيم المهم جدا بالنسبة للعبين الشبان هل يجب أن نقول للناس لهؤلاء المسيرين استثمروا في شبانكم أقل من 17 وأقل من 20 أقل 23 لأن هذه الجمل دايما نسمعها ولكن لا يشركونهم أصلا حتى المدرب لا يشركون معا الأكابر هذه عقليات حاكم نحن كنقول نهضر على الأكاديميات ولا التكوين لازم يكون الإنسان ليه يهضر عليها ويديرها يأمن بيها لازم مؤمن بيها باش يديرها كما قال لك كما قال لك نحن عندنا تحدي تحديين نحن واسمنا الجزائر نحن قارة في قارة ما عندنا هم جميع حاجة نديرها لازم تكون بقيمة الجزائر كبيرة بزاف والتحدي ثاني هو رياضي باش الشبان هادو يفهموا الرؤاسة الأندية قع بالمصلحة كورة القادم ومصلحة الفيرق راه في التكوين وفي الشبان هادو سعدك مع التغيير الواضح في الفترة الأخيرة والتوجه من جديد إلى لعبين الجزائرين أولادنا في المهجر أنا أتحدث وتحدث على عوار وتحدث على عديد من الأسماء المتألقة بوأناني مثلا هل هذا يعطيك على أنه الناس فقط ما زلنا نحوسوا على المدارس الفرنسية ومدارس أخرى اللي تشتغل بشكل أكبر أنت الآن لا تشتغل بشكل أكبر ودليل على أنك لا تجلب لا يلفتك انتباه أي واحد في عشرين سنة في وقت بوأناني يلفت انتباهك نرمال حاكم هذيك هي المخرج اللي يبقى لنا نحن لا نرى نش نكونه لا نرى نش نخدمه وفي الوقت الحالي ولا في الوقت الراهن عندك تحديات يسنوا فيك معنى هاد راك تجيب اللعب الواجد هو يقعد جزائري ومرحبا بها في الجزائر بالصح يقعد تكوين وواجد دار تكوين مستمر وينك تشوف هنا هضروا عشرين سنة تسعة عشرين سنة تشوف مستوى مستوى لبس بين مستوى عالي في كورت القادم صحيح بسه هاد شي نقدرون نلحقوه له هاد اللعابين في فرنسا لحقوه بالخدمة لحقوه بالعمل ما من الجزائري لعب الجزائري موهبة في كورت القادم عنده انبون في كورت القادم لو كان نكملوا ونمشوا معه في التكوين وانتبعوه ونعطوا له امكانيات لأننا نمدوها للفرق الأولى في الجزائر نخرجوا لعابين ونلحقوا بشخص مونين لماذا من نطلب من نتحدث مع من نتحدث هل الوزير هو الذي يجب أن يجبر رئيس اتحادية الذي يجب أن يجبر الرئيس الذي يجب أن يجبر المدرب الذي يجب أن يجبر على أن نشرك هؤلاء الشبان حتى يكون لنا لعبين شبان متألقين في المنتخب لأنه هذه الجمل وهذا الموضوع أنا أتحدث عنه منذ سنوات عبد الكريم يقول لك على أنه لو لا أكاديميتين لما كوننا منتخب يتحدث على أكاديمية سيدي ولكن منذ سنوات ونحن نتحدث على هذا الموضوع ما الذي يجب أن يجبر هؤلاء على أن نستثمر في الشباب في أولادنا الصغر هذه في هنا ما كان الوزارة بعيدة ما تكلموش على المسؤولين ما تكلموش حتى على رئيس الفاف حكيم رئيس نادي أي رئيس نادي فنشوفه حكا 16 فارق هم الواحد هو المتخب الفارق الأول هم الواحد هو النتيجة يلعب على الفوديوم يلعب على دم البقاء يلعب لتفادي السقوط يلعب حتى باش يسعد القسم الأول هم الواحد هو الفارق الأول الشباب هذو كي يجوه كي ما يقول لك بلون بي بلون سي بلون كي يقاطعوا لعبين الفارق الأول يطلعوا الشباب هذوك باش ما يرحوا يشفر فيه جيبوهم يلعبوا احنا حبينا نشوفوا لعبين هوا مدرب مولودين جزائر بومال جاء بدل شوية بعض الأفكار اللي كنا نولفناها أعطى فرص لبعد اللاعبين شبان أنا شفنا اللاعب جمهور جزائري ما كانش يعرف اللاعب بخوص جمهور جزائري كله تبهر بهذا اللاعب لعباتك من أكاديمية خمس مليان أكاديمية خمس مليان يجي مدرب حتى يجيك مدرب فرنسي باش يعطي لون أكاديمية لا لا لازم يجيك مدرب فرنسي باش ياخد لديسيزيون يلاعب لك لاعب شاب وعد لماذا مش كل المدربين يعطوا شوية شوية واحد عشرين سنة عشرين سنة حاولوا إعطاء الفرصة لهذه اللاعبين شبان باش يبرزوا المواهب بتاعهم الخاكمونير بن قاسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أشكركم مشاهدي الأفاضل لنا لقاء آخر للحديث على بطولة أمام أفريقيا لأقل من 17 عاما سلام عليكم ورحمة الله